تعرفوا بالعهد القديم واحدة من أجمل القصص امرأة شونامية شونام اللي هي سولم أو قال يعني بلدة قريبة جنب الناصرة وكان بيتردد عليها رجل الله المقدس أليشع النبي وهناك كان فيه امرأة ما بسمي اسمها الكتاب امرأة شونامية وهي الامرأة ما كانش عندها أولاد وطبعا بالنسبة للمجتمعات الشرقية كان يعتبر عار في تلك الأيام ولما سأل أليشع خادمه جيحزي قال له يعني ما عندهاش أولاد وفعلا صلى والرب أعطاها ولد وفي يوم من الأيام هذا الولد أخذ على الأرجح ضربة شمس قوية وابتدى يشعر بصداع شديد جدا وبعدين هذا الولد مات ولكن الشيء الأعجب هذا ولد وحيد وأجى مثل ما منسميه على شهوي مسكت المرأة الشونامية الولد وراحت حطته في مكان وين النبي أليشع بنام وأرثت الغلام وفعلا هي كملت في طريقها حتى تشوف النبي أليشع لكن الشيء اللي لفت انتباهه أنه ابنها ميت عندها إيمان في كلام النبي أنه الله اللي أعطاه الولد الله اللي رح يقيم هذا الولد وفعلا سألها زوجها متعجب أنت ليه رايحة لرجل الله مش وقت ذبيحة ولا سبت ولا من كل هذه الفرائض الدينية اللي كانت تفعل بحسب العادات اليهودية قديما فكان جوة أسلام سلام 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 تعرف أحبائي والرب فعلا استجاب الطلبة واستخدم النبي أليشع وأقام ابنها من الموت تصور واحد أو امرأة أو ام ابنها ميت وعم بتقول سلام هذا سلام اللي بيختبره الإنسان حقيقي مشان هيك مفهوم هذا الاصطلاح بيختلف من مكان إلى مكان لكن هنا سلام بغض النظر سلام لا يعتمد على أي عمل إنساني أو بشري سلام شايف السماء شايف الاستجابة شايف حضور الله قدرة الله من خلال النبي وفعلا حصلت على هذا الطلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة